ردود أفعال غاضبة على التقرير السنوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعة المسلحة فيرجينة غامبا عنوانها الرفض التام لمضمون التقرير فيما يخص اليمن ردود بحجم الأثر الذي خلفه إدراج التحالف في القائمة السوداء للأمم المتحدة لمنتهك حقوق الأطفال في العالم الحكومة الشرعية استنكرت مساواتها مع الميليشية الانقلابية كما جاء في تقرير الأمم المتحدة ورأت أنه من غير المقبول وللمنطق تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها ميليشية مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع كميليشيات انقلابية متمردة الحكومة لاحظت أن الأمم المتحدة لتزال مستمرة في الاعتماد على مصادر معلومات تمثلها منظمات مجتمع مدني تابعة للميليشية وتعتمد تضليل الرأي العام الدولي وتنتهج كل الطرق والأساليب لتحويل الأزمة القائمة من سياسية إلى إنسانية يقابله ضعف لتنفيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة بحساب ما جاء في بيان الحكومة التحالف العربي عبر في بيان الله عن رفضه التام لمحتواه التقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة وعن تحفظه وبشدة على تلك المعلومات والبيانات السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلم كرر الموقف ذاته الذي عبر عنه التحالف خلال مؤتمر صحفي مطول عقده في المنظمة الدولية بحضور السفير المصري موقف التحالف والسفير المملكة عبر بشكل خاص عن رفض الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتبع الرئيس السابع علي صالح في وقت عبر فيه التحالف عن حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم مسار جديد من المواجهة التي يخوضها التحالف مع المجتمع الدولي على خلفية حقوقية وعلى ضوء المعلومات التي تضمنها أحدث تقريراً أممي بشأن الأطفال في ظل مؤشرات عن تضاؤل الفرص أمام التحالف هذه المرة لتجاوز مأزق القائمة السوداء اشتركوا في القناة